نشكر جمعية المحامين الكرام وبلا شك جمعية مثل جمعية المحامين لا يمكن أن نستقني عن دعمها في تحقيق مطالبنا المنشودة مثل ما تعرفوني جماعة أزمة كورونا الصحية لها تداعيات اقتصادية طاحنة وأكثر قطاع راح يكون متأثر جراء هذه التداعيات هو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعني ملكنا التفائل والأمل على البيان اللي أطلق المتحدث الرسمي باسم الحكومة السيد طارق المزرم في بداية الأزمة وبشرنا في مبادئ أساسية وباختصار من الآخر قال لنا يا أصحاب مشروعات الصغيرة متوسطة ابشروا بسعدكم بالكويتي لكن مع كل أسف لما تم تشكيل اللجنة الاقتصادية برئاسة السيد المحافظ البنك المركزي السيد دكتور محمد الهاشل المحترم وتم تشكيل اللجنة وعرفنا عضاء اللجنة كان عندنا علامة استفهام الجهة المعنية الأولى في البلد والمختصة في رعاية المشروعات الصغيرة ومتوسطة يتم إقصائها من هذه اللجنة ما هي الأسباب؟ ما نعلمها اكتشفنا أن اللجنة عبارة عن بنك وليس لجنة اقتصادية تفكر في التنمية وتفكر في الدعم وسعادة الناس أبداً شفنا بنك يفكر في العائد والتكلفة والربح والخسارة فملكتنا خيبة الأمل الكبرى إجراءات وقرارات اتخذتها اللجنة نعتقد أنها ستكون هي مقصلة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت هذا القطاع اللي يركز عليه سمول أمير كثير جداً في خطاباته وكان يحث الشباب بشكل مباشر بتكوين هذا القطاع بالكويت نكتشف أن أمام ببنك قاعد يفكر بمصالح الشخصية وأن كان الشكل لجنة اقتصادية شكلها مجلس الوزراء الموقر وعلى ذلك تداعينا نحن أصحاب المشروعات الصغيرة ومتوسطة سواء كانوا مبادرين في الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة ومتوسطة أم لم يكنوا مبادرين في الصندوق ولكن مشروعه يصنف أنه صغير ومتوسط تداعينا واجتماعنا وتباحثنا شلون ممكن نقير هذه الإجراءات وقبل قل لكم شنو النتيجة اللي وصلنا لها كبيان ومطالب خنعطيكم بعض الكوارث اللي هي راح تكون المقصلة لأي مشروع صغير ومتوسط يتقدم للبنوك ويأخذ منهم هذا القرض فخ كبير على سبيل المثال لما تأخذ القرض من هذا البنك طبعا هو مزخرف لك إن الفايدة نازلة ولك فترة سماح لكن مع كل أسف بالكويتي فيها لحم ضب لما تأخذ هذا القرض يا صاحب المشروع الصغير ومتوسط راح يعطونك مدة أخصاها ثلاث سنوات ترد فيها هذا القرض شاملة منها سنة سماح يعني فعليا راح تدفع على سنتين 24 شهر والأخصاد راح تكون ربع سنوية يعني كل ثلاث شهور بس تدري إذا فيه دفعتين متتاليتين ما دفعتهم جراء سوق ما كان معاك جراء أزمة كونة متكررة وهل أم ذلك تدري صح يصير فيك راح يعتبر هذا الدين حالا بالكامل مع الأرباح والفوائد مثلا كان باقي لك من القرض 20 ألف راح يقول لك سدد 20 ألف الآن حالا كاملة بأرباح شوف الكارثة مع أن أنت في النهاية ما كان قصدك أن أنت ما تدفع القصد لا كان فيه سوق كان فيه أزمة منعتك وخلتك متعثر بس شوف لأي درجة التعثير وديك مقصلة تكون منتهي أزيدك من الشعر بيت بالنسبة حق أرباح الشركة والمؤسسة يقول لك البنك هذه الأرباح تكون موجودة في حساب الشركة ولا ممكن سحب منها دينار واحد حتى يتم سداد القرض بالكامل تدري إذا سحبت دينار واحد دينار واحد من الأرباح هذه يعتبر الدين حالا بالكامل وبالفوائد والأرباح وأنا بكررها عشان أكدها إيه هي مقصلة لقطاع المشروعات الصغيرة المتوسطة وفي مشاكل كثير في هذه القرارات لكن ما ودي أطلع عليكم أنقلكم حق البيان اللي يعني اتخذناه من بعد ما تداعينا نحن أصحاب المشروعات الصغيرة المتوسطة وتم إعلان عننا يمكن بعضكم شافة الآن صلى تقريبا خمسة أيام منشور بيان موجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وفي سبع مطالب أهم المطالب هي التالية أما التفصيل اللي يريد التفصيل يرجع إلى اللينك ويشوف المطالب ويشوف البيان أهم مطلب مطلوب أصدار مشروع قانون من الحكومة بصفة الاستعجال وأقراره في مجلس الأمة ينص على التالي إعفاء المؤجرين من الإجارات إذا كان أغلاغ المحلات صادر من الحكومة جراء أزمة صحية أو أمنية أو غيرها لأن يا جماعة اللي قاعد يصير الآن كارثة وصحاب العقار كثير منهم ما يرحمون ويهددون صاحب المشروع بالإخلاء والقانون الحالي ما يسعفنا لذلك نطالب بهذا التشريع وهو فوق الضرورة وفوق الاستعجال المطلب الثالث مطلوب تشريع قانون بصفة الاستعجال وأقراره في مجلس الأمة بتعديل قانون القوة العاملة رغم 6 على 2010 يسمح لصاحب العمل بتخفيض رواتب الموظفين إبان الأزمة وإبان الإغلاق فقط بعد الإغلاق وعودة الحياة إلى طبيعتها يرجع الراتب كما كان اللي حاصل الآن القانون ما يسعفني حتى لو أتراضى مع الموظف بس ما في سنة قانون يدعمني بحيث هذا الموظف بعد الأزمة ممكن أن يطالبني في القضاءة مع أنه كان راضي من جهة الأصل فلذلك نرى من الضرورة إقرار مثل هذا القانون والمطالب مثل ما قلت لكم هي سبع أرجو رجع لها في الموقع وأرجو غراءة البيان وأرجو التفاعل مع هذا البيان لأن نعتقد أن هذه المطالب السبع هي اللي راح أتحل أنا سميته مثلث الهم عند أي صاحب عمل الأجور والإيجارات والموردين حتى مضوع الموردين عندنا مطلب يحل هذه الأشكالية البيان اللي أصدرناه والله الحمد حتى الآن تم التوقيع عليه بعدد 615 شركة ومؤسسة وأرجو من الجميع من أصحاب العمال أن يتفاعلون معانا في التوقيع والنشر في الختام نشكر جمعية المحامين على هذه الدعوة والله يصلح الحال شكراً شكراً للمشاهدة